كشفت وزارة التعاون الدولي عن تفاصيل نتائج الاستراتيجية القطرية السابقة للفترة من عام 2017 وإلى عام 2022 والتي عملت من خلالها الجهات الوطنية بتعاون مع البنك الأوروبي على دفع جهود التنمية في مصر في كافة القطاعات من خلال عدد من المحاور وأضحت وزارة التعاون الدولي أن التمويلات التنموية التي أتاحها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطعين الحكومي والخاص على مدار فترة الاستراتيجية السابقة سجلت نحو 4.9 مليارات يورو وذلك في إطار الجهود التنموية المشتركة ودعم رؤية الدولة 2030 وتعزيز التحول نحو اقتصاد أغدر ونمو شامل ومستدام شكرا